أمزايوكو؟ أنا اسمي داليا هي أول مرأة في الوقفة ديفا يعني أبو ناوستر أنا فكرت النهاردة أكلم معيكم في العشرة دقيقة دي على كورس خدناه أو أنا خدته من حوالي شهرين الكورس ده خدته بالصدفة يعني عرفت عنه بالصدفة وفدني جدا جدا فحبيت أن أنا ألخص لكم أو أديكم ملخص صغير جدا عن الكورس ده ولو أنتوا حابين أنتوا تحضروه ممكن أديكم تفاصيل أكتر كورس ده اسمي رفلكت روو ذا أنيا جرام ما عرفش كام حد فيك سمع عن علم الأنيا جرام بس الأنيا جرام ده علم بيخلينا نقدر نكتشف الجوهر بداع كل شخصياتنا يعني ربنا خلقنا كده كلنا بديفرنت برسوليتيز الأنيا جرام العلم ده هو بيخلينا نتعرف على كل الطائب تاعت البرسوليتيز اللي خلقها ربنا كانت تحضرها بكريستيان ليف كوتشينغ ده خدمة طبع أبونا داود لمعي ولديتنا الكورس ده واحدة اسموها ماريان وهي جميلة كانت تحضرها كانت تحضر 7 أساسين بني قدمين عليه الأنيا جرام هو رحلة اكتشاف جوهر شخصية كل واحد فينا كل واحد ليه شخصية وكل شخصية ليها جوهر مش دايما بنبقى عايشين في الجوهر ده الأنيا جرام دي جاية كلمة من قسمة للجزئين أنيا يعني 9 وجرام يعني رسم بياني أو صورة مش عارفة هي واضحة لك أو صغيرة شوية بس أنا يعني هحاول أشرح أكتر ليه مهم علشان هو بيعرفني إزاي أعرف وافهم الوزنات اللي ربنا الدهاني وإزاي يتاكر بيها وما تقيدش بالقوالب كل الناس ممكن تبقى بتحاول تحط بعض فيها على حسب الكميونيتي وحسب الكنيسة وحسب المكان اللي أنا عايشة فيه برضو بيساعدني إن أنا أفهم الدوافع وراء الخطايا علشان كل شخصية بيبقى ليها موتيفاشن بيحركها فلو أنا فهمت الموتيفاشن بتاع كل شخصية أنا هقدر أعذر وهقدر أفهم وهقدر أعامل الناس بطريقة تفدهم والطريقة ما تطلعش أسوأ ما فيهم ودي حاجة كلنا محتاجينة برضو بيساعدني إن أنا أفهم اللي حوالي وأقدر الاختلاف وأبطل إيدانا دي من الحاجات المميزة جدا الواحد بتتعلمها بعد الكورس وإن أنا أتحرر من الأوالب لحرية مجد الله وإن أنا برضو في ناس لما قعدت جوجل يعني الانيجرام outside the Christian context في ناس قالت أن الانيجرام ساعدها أنها تتخلص من جروح وطراوما إذا تعرضت لها قبل كده من كتر ما هي فهمت شخصيتها أحسن كل هو فيه نوع من نوع من الناس من الانيجرام وإن أبطاً من الانيجرام وبرضو اتعلمنا في الكورس ده إن فيه تلات مشاعر أساسية موجودة عند البني أدمين المشاعر دي ممكن تكون يا إما أنجر يا إما شيم يا إما فير يعني البيهيفير بتاعنا بيبقى دريفن بوان من هذه الشعور كلنا عندنا التلات مشاعر بس كل طائب من الناس عنده واحدة من المشاعر دومينيونت عليه الانجر مش معناه الغضب السيء عشان الانجر ده ممكن يكون حي كويس يعني الانجر ده ممكن يكون حي كويس لانا اخد اكشن وقدر اتحسن بس فيه باد انجر اللي هو بيبقى ديستركتف وده اللي بيفرق في السبكترم الشيم المشاعر إنه بيبقى عندي شوية خجل ممكن يخليني أبقى يعني أقدر أريد أو أقدر أعرف صح من الغلط بس لو حد الشايم خالص دي مشكلة كبيرة الفير الخوف الخوف ده ساعات بيبقى هالف وساعات بيبقى مرض يعني لو أنا الفير ممكن يديني انجر أن أنا أبوش مينوفيشن أبوش مينوفيشن ولو مرضي بيخليني أتعب في حياتي يبقى كده عندنا تسعة طائب كل طائب عنده سبكترم من الهالثي إلى الهالثي وكل طائب لي واحدة من المشاعر بتبقى دوميننت أو بتحرك يعني مثلا الغضب طائب 1، 9، 8 هما اللي بيحركهم الغضب وده اللي بيفسر الموتيفاشن بتاعهم بتاع تصرفاتهم طائب اللي هي بتتحرك بفير دي هتلاقي تصرفاتها كلها دريفن بايفير فلو انت فهمت هو اللي بيخليه تصرف كده هتفهم إنه دريفن بايفير هو غصبا عنه وهو مخلوق كده بس ممكن ما يكونش في الهالثي بتاعته فعلشان كده بيتصرفات مش مش كويسة شوية برينزبلي سريع قبل ما تتاب على كل طائب في دقيقة يعني هما زي ما قلت ناين برينزبلي طائب هما زي ما قلت ناين برينزبلي طائب وهو الرهالكو بعد شوية الانيا جرام بيعلمنا وماذا هو البيهيور مثل هذا يعني ايه تفسير البيهيور بتاعي بيعلمني الموتيفيشن بتاعتي بعد البيهيور أنا ممكن اكون بعمل خطئيه مثلا زي ال .. ذهي البيهيور كل واحد فينا ممكن يكون الموتيفيشن بتاع cidade عنده مختلف عن التاني يعني أنا ممكن يكون الموتيفيشن بتاعي كبرياء فارن بقو دين ممكن يكون الشك خد تايا الموتيفيشن اس walked حد تاني الموتيفيشن بتاعي الشك حد تاني الموتيفيشن بتاعي هو شيء بينما sogar التنسى بتصرف ده غلط فبقو دين او ان انا واحدا من ناس بقارن نفسي بالنياس طول النهار واحد احيان و 4 موتيفات مختلفة موتيفات مختلفة على الطائب موتيفات مختلفة لأن أمي و أبوي طائب سأطلع مثلهم لكن طائب يوجد طائب 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 فقط يمكنك تقريباً 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 والتي نريد من الحصول على الآخر على الآخر السيارات يجب أن نحاول منها ونحن نبارد الطريق والذي يجب أن نعرف المهار تقريباً أنه مرائباً لا تقرباً هذه هي مستويات الإرتقاء يجب أن نcontrol من المتحرر يجب أن يكون لديه محاولة طيب 1 اسمه الريفورمر منطقي مثالي معلم للفضيلة بيحب يعمل الصح عملي ملهم محترم منظم الجوهر بتاعه مصدر الصلاح بتاعه انه هو معلم صالح لو في منهم كتير في الدنيا في حاجات كتير ممكن كانت تتزبط المعتقد الاساسي غير مسموع اني انا اقع في الخطأ الخوف الاساسي لو انا وقعت في الخطأ بجلب ذاتي مش محتاجة حد يقول لي انت غلطان عشان انا قردي ببقى حد يقول لي الرغبة الاساسية ابقى صح دايما احاول افرد الصحة حولي الخطيئة بتاعتي عادة بتبقى عدم الرضا والغضب وصمر الروح القدس هو الصلاح الكورس برضو تعرض من شخصيات كتاب مقدس في كل طيب بس يعني احاول اوفر وقت الهالثي من الطيب ده احاول اصلح بس بطريقة مش بلند الانهالثي من الطيب ده الانهالثي ممكن ادي انتقادات بقى شديدة ومشي اصلح الناس صح غلط صح غلط عشان شايفاهم بش بيتصرفوا زي ما انا عايز تايب 2 ده لو لقيتو حد ماشي بيحب يساعد الناس ويسمع حد بيحب فعلا بيساعد الناس اللي حواليه جيفين شيرين 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 هاجزين شيرين شيرين هو ده تايب 2 بيحب يشارك معتقدوا لازم اكسب محبة الاخرين خوفوا لاحسن الناس ما تحبنيش الرغبة الأساسية اكسب حب الناس خطيته وصمر روح القدس المحب الهالثي بيحب العطاء والخدمة لأجل الخدمة مش علشان يبانوا ويتحب انما الهالثي بيتلاقوه بردو بيدي بس دايما بيقع فريسة كده انه انا مظلوم انا محدش بيدي زي ما بدي للناس انا مضياع عمري على الناس ومحدش حاسس بي بيدي بيدي والخدمة لاحقية يعني ممكن مكتر ما بيخدم الناس الناس تحس انها مش قادة تعيش من غيره والخدمة لاحقية لو في النطاق الفائل وكده بسعب تبقى الناس تايب 3 المنجز ده بتلاقيه بقى الستارز بتاعة الاعداء عمله جد جدا وعنده مصداقية جمدة جدا معتقده الاساسي انا امتي في انجازاتي انا مقدرش عيش من غير انجازات طول ما انا بنجز انا عندي ايمة ولو مش بنجز ده هو ده خوفي خوفي من ان انا اكون بلا قيمة والخطيئة بتاعته دي سيد فيه خداع علشان يحسس الناس ان هو بينجز لو مش قادر ينجز في الحقيقة يعني طول انا هي صمر الروح القدس والهلثي تعتقده في الله ونفسه ونفسه ليس بيتنفخ عن الناس والانهلثي يمكن ان اتشيف بس يشوف ويشوف الناس ان هو يعني بياتشيف علشان يحس ان هو بينجز تايب 4 المتفرد المتفرد دول يونيك ورومانتك يمكن ان يتحرك في موفي تحسوا خارج من فيلم كارتوني او مش كارتوني جميل وجوهره هو بيبقى لطيف دايما شخص لطيف ومعتقده انا لازم ببقى مميز انا لو مش مميز انا يعني هبقى عايش مضطرب يعني ورغبته الاساسية ايجاد الهوية والتميز بتاعه خطيته الغيرة وصمر الروح القدس اللطف لما بيبقى هالفي بيحب الحاجة مظبوطة بيبقى عنده عقل مع مشاعر لما مش بيبقى هالفي بيجزاجرات المشكلة والناس مش بتتعاطف معي وكده يعني تايب سيكس انتو لو مش عارفة شايفين ولا بس انه بتحت بيبقى في شخصيات كتاب المقدس اللي بتابلها ايه الباحث اللي هو الانفاستيجايتر تايب سيفن ده ما بيقومش من على الكتب والريسورتش هو بيجد متعة فضيعة انه هو يتعلم وعنده العلم ده حاجة مهمة جدا 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 بيبقى عنده حكمة طبعا سواء بقى دنيوية لو بيبحث في امور الدنيا او حكمة سواء لو بيقرأ انجيل كتير بيحب السيستمز منظم كده والهيريركيز بيحب كل حاجة تبقى في مكانها مين فوق مين فوق مين في الهيركي ملتزم بيحب جو الأسرة وقعي مسؤول وبيساعد الضعيف هو معتقده عايز اعرف ما وراء الحقيقة وخوفه الجهل لو حس ان هو جاهل بموضوع يحس انه توتر كده لازم اروح بسرعة الحق ان شاء الله اطبق الليلة بس اريسورتش وعارف الرغبة الاساسية المعرفة الخطيئة الشح ساعات الانهالثي فرجن بتوع الناس دي حبوا يحوشوا اشياء يمتلكوا اشياء يقولوا ما نستخسرش قصدي صوري خسارة نجيبت واي وصمر الروح القدس الوداعة الانهالثي فرجن مسمينه اساس الشعوب يعني بيعرف يجمع الناس يقول كل واحد يعمل ايه بيعمل احتياطاته بس واثق من نفسه الانهالثي فرجن يقولوا ليساً ضدنا على الالم الانهالثي فرجن الانهالثي فرجن هونا فين؟ 6؟ اه احنا تمانية دلوقتي احنا تمانية دلوقتي احنا تمانية دلوقتي المتحمس اه احساس ده مهم المتحمس الادفنترر ده ما بيعرفش يعود فاضي هي واليس كيبس بيزي هي كيبس بيزي فردكتف فردكتف كريتيف كيبس بيزي وسبونتانيس وهايبركتف ده الادفنتر تلاقيهم هايبركت وبيحب الناس تحوليه تبقى مبسوطة يعني هو يعني بيحب ينبسط ويبسط الناس تحوليه يحب يجرب كل حاجة ويدوق كل أكلة ويحب كل مكان جديد وكذا الجوهر الحكمة العليا والرصانة على فكرة بس اتفكركم الجوهر ده الجوهر ده الجوهر ده بتاع الطائب ده اللي احنا مفروض نعيش حياتنا نحاول نوصل المعتقد الاساسي البحث عن الرضا خارج النفس الخوف الاساسي الخوف من القلم ما بيحبش الباين عشان كده يدور على الانبساط في حاجات كتير قوي حواليه يسافر وياكل ويتفرج ويعمل الرغبة الاساسية لازم أبقى سعيد وراضي والخطيئة الجشع لو قلبة والصمر روح القدس الفرح والانهالثي اللي هو على طول بيدور على حاجة ممكن تسعده عشان هو لا يستعده لو قلبة يبقى بيحب الناس حاوليها تبقى سعيدة ويشيع الفرحة ويأخذ قرار انها سعيدة ده جوهر العدالة والحق المطلق الخوف الاساسي ان حد يسيطر عليه فانت لو عرفت شخص زي كده ما يفعش تحسسه بالفرات يعني هو عايز يحس ان انت مش سرات عليه لو هو حس كده ويبقى كويس معي الخطيئة شاهدة السيطرة والانتقام والصقر وثمر الروح القدس ضبط النفس آخر نوع صانع السلام ده بيسموه يعني رومانت الميزان أو السنتر بتاع الانيجرام عشان هو في الطب بتاع الشكل بتاع الانيجرام ده هادي عنده سلام بيضبط الدفة دايما ناس تجي تتكلموا كده ويريحهم متطمن بيعرف ياخذ القرار الصح بيعرف يخلي كل الطائب تشتغل مع بعض وهو معتقد وأنا مش مهم أنا لازم أختفي فالشخص ده لو فيه حاجة حصلت غلط في حياته وهو صغير بتلاقي دايما في الكواليس يخاف يكلم يخاف يعبع عن رأيه ولحسن الناس تفهموا غلط فينبذ من المجموعة لو لقينا حد بيفضل أنه يبقى دايما ستابين باك يجوز يكون هو عنده الطائب ده الخطيئة صغر النفس الكسل والتراخي والهروب والصمر الروح القدس السلام كما كان إبراهيم عندما كانت تتحدث مع ربنا على صدوم وعموره هو صغير وفاهم وعايز يسبرد السلام الآن 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 يتسكينكت من الدنيا خالص وعايش في العالم بتاعه ويوزدروه ممكن الناس تتهموا هو مش كسلان بس هو خايف يواجه أو يعني مش مستراح نوعا دي نفذة سريعة جدا نحن عادنا سبعة سبعة لكتشرز في التصوير وكما بتكلمنا بقى توفولة كل شخصية عامنا إزاي وكده فهو كورس رائع قوي مفروض ناخد لفل 2 لو عايزين ممكن تاخدوا الإيميل ده لو حابين تعملوا جروب 25 إلى 30 هي دايما بتقول لو 25 إلى 30 عشان تعمل الكورس في ناس في أمريكا في ناس في كندا بيبقى صعب قوي أن نتجمع وتلاقي وقت مظبوط لكل حدث في العالم فلو عايزين تعملوا كورس ده الإيميل وإذا كنت تريد أكثر أستطيع أن أعطيك شكرا 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 مهخبوط جيدا مهخبوط نعم شكرا